السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله اليوم راح نوضح محاضرة بعنوان اللي هو الاميونيتي صراحة هذه المحاضرة من المحاضرات المهمة جدا بتخصص البيولوجي الأحياء الطبية ولكن كتخصص الطب الأسنان راح ناخذها بصورة بسيطة جدا بمفاهيمها البسيطة هذه المحاضرة أنا اعتقدها من المحاضرات المهمة جدا ومن المحاضرات اللي يصير بيها التخيل الاماجنيشن عالي جدا ليش لأن هذه عبارة عن خطوط مناعية مهمة جدا بجسم الكائن الحي وخصوصا للإنسان فإن شاء الله اليوم راح نوضح هذه المحاضرة اللي هي الاميونيتي اللي هي المناعة بصورة بسيطة جدا إن شاء الله فناخذ مقدمة بسيطة عن الاميونيتي الاميونيتي بين قوس المكتوب ريزيستنس اللي هو المقاومة الصراحة قبل لا نبدأ بتعريفه أن الله سبحانه وتعالى من خلق الكائن الحي ومن خلق الإنسان أعطى لهذا الجسم في ميزة جدا مهمة اللي هي المقاومة ضد الممرضات ضد الباثوجين اللي هو الممرض سواء كان بكتيريا وفيروس وحتى أجسام غريبة ممكن تدخل جسم الكائن الحي فبالتالي هذه الميزة الله سبحانه وتعالى بالمناسبة لا خلها فقط عند الإنسان فقط لا خلها بكل الكائنات الحية الضفدع هذا أبسط مثال الضفدع في بيئته يغير لونه جلده يصير لون جلده بوسط بلون بيئته هذه أيضا وسيلة دفاعية أيضا الأبو بريس لما تحاول تريد تكتله أول ما يقطع ذيله هذا معناها شنو من يقطع ذيله معناها حتى يتهي الفريسة بذيله وهو يشرد فهذه أيضا محالة دفاعية ضد الغاز اللي هو الانفيدر فبالتالي هذه كلها الله سبحانه وتعالى خلاها حتى يكون لهذا الكائن بعيد عن هذه المخاطر وبالمناسبة قبل ما نبدأ أيضا بهذا المناعة بعلم المناعة بخصوص الإنسان البقال الأقوى يعني إذا كانت الخلايا جسمي كائن الحي وخصوصا الإنسان خلايا قوية مناعتها قوية جدا ممكن يقضي على هذا الباتوج بس إذا كانت مناعة الإنسان قليلة فهذا رح يؤدي إلى المرض يسبب المرض اللي هو الانفكشن هذي من جانب أخر إذا تذكرون كل إحنا بكورونة بكورونة إذا تذكرون يقولون مثلا أنا ملامس بس يعني مص منصابي ممكن يكون حامل صحيح كيريا بس مصها ما طنعت عنده أعراض هذي أيضا يعود إلى المناعة فراح نعرف المناعة اللي هو الإميونيتي رزيستنس المقاومة إزدى بادي ديفينس اللي هو دفاعات الجسم ضد الكائنات الممرضة أنت أفد أثر إمفيدرز إمفيدرز اللي هو الغازيات أي بالمناسبة مو إلا باثوجين لا ممكن أي حبوب الطلع أو ريحة معينة أو غبار الدست هذي أيضا تعتبر إمفيدرز هذي لما يدخل الجسم راح يسوي series of steps الجسم راح يسوي مجموعة من الخطوات تسمى بالإميون رسبونس اللي هو الاستجابة المناعية بمجرد ما يدخل هذا الجسم البسيط أو الجسم صغير إلى داخل جسم الكائن الحي وخصوصا الإنسان راح مباشرة راح يسبب سلسلة من الخطوات اللي هي تسمى بالإميون رسبونس إميون رسبونس معناها استجابة مناعية يعني استجابة مناعية الجسم سليم بس لما يشوف جسد غريب راح يأثر عليه فبالتالي راح يطلق كل خطوطه وبالتالي يستجيب لهذا الجسم الغريب حتى يقضي عليه ويرجع على فعالياته الحيوية الأصلية بما أنه هو نظام سيستم إذن مكون من عدة خلايا خلايا متخصصة بروتينات مهمة جدا التشو أكيد الأنسجة الأعضاء أيضا هسا راحنا بخلال هذه المحاضرة إن شاء الله نوضحها بالصورة البسيطة كل هذه الجنود اللي هو البروتين التشو والأورغانز هذا يستخدمها الجسم ضد من ضد الغازيات اللي هو الباتوجين أي جسم غريب يدخل الجسم الكائل لجسم الإنسان أشبه ما يكون بالمعركة بالمناسبة المعركة الغاد يحتاج إلى جنود والجنود يحتاج إلى أسلحة هاي الأسلحة حتى يدافع بيها عن نفسه وبالتالي كل هذه الخلايا السيلز بروتينز التشو والأورغانز تكون كلها تتكاتف بالمناسبة كل هاي السيلز والبروتين والتشو والأورغانز تتكاتف مع بعضها البعض الآخر بالإشارات حتى تخلي keeping people healthy and preventing infections حتى تمنع الإصابة هاي أولا وتحافظ على جسم الإنسان ويكون healthy صحي خالي من هذه الأمراض هناك عدة خطوط مهمة جدا بالمناعة اللي هو the three lines defense in the body عدك أكثر خطوط رئيسية جدا بجسم الكائن الحي عود الخطوط اللي هي non-specific and physical and chemical defense اللي هو الغير متخصصة اللي هي البرير هذا الجسم أفضل نعمة طاني الله سبحانه وتعالى اللي هو الجلد هذا الجلد يكون thick جدا يمنع دخوله للباثوجين الميوكس ممبرين هذا الميوكس ممبرين أيضا يعتبر بيرير حاجز الموجود بالناوس بالماظذ الموجود بالاستقب بكل الأجزاء الرطبة أيضا موجود بالاستوميك أسد حمضية المعدة هذا أيضا حالة دفاعية اللايزوزايم انتيرس اللي هو الجسيم الحالي الموجود بالدموع أيضا العين إذا دخل لها جسم غريب فممكن أي ذبا أيها سنة نفترض أي حشرة تدخل للعين راح تموت ليش بسبب أولا ملوحة التركيز الملحي وأيضا بوجود اللايزوزايم يؤثر على هذه الجسيئات وأيضا على الأجزاء الغريبة اللي تدخل جسم الكائن الحي الاكسيبلوجين الطرد الكفنغ الغحة هذه تعتبر أيضا حالة دفاعية لأن من راح يقح الإنسان راح يطلع كل ما تجمعات ويطلعها خارج سنيزينغ العطس أيضا هذا أيضا العطس أيضا نوع من الأنواع اللي هو الدفاع لأن راح تطلع عنده أيضا الكائنات الممرضة سواء البكتيريا الفايرو وغيرها الفومايتينغ اللي هو التقيئ أيضا يعتبر هو إزالة أو الجسم الغريب الداخل للجسم الإنسان دايريا اللي هو إسهال أيضا يعتبر حالة دفاعية للجسم كل إسهال هو ضرر للجسم لا أكو إسهال ممكن الجسم ما تقبل هذا الشيء فبالتالي يريد يتخلص منه عن طريق الديايريا هذا هو الخط الأول الخط الثاني اللي هو المناعة المتأصلة أو الأصلية الموجودة الفطرية هاي من الله سبحانه وتعالى المتمثلة بعدة خلايا اللي هي الماكروفيج خلايا البلحم الكبير نيوتروفيل كريات الدم البيضاء العدلية يسمونها الإيوزينوفيل والبيسوفيل القاعدية والحمضية المونوسايت الخلايا الأحادية كلها هذي موجودة بالدم كومبليمنت سيستم اللي هو نظام المتمم وبيه ثلاث أنواع الكلاسيكا والألترنيتف والمانون سيستم هذي كلها تعتبر بالإمنيت وإن شاء الله نفصلها بالإستاذات القادمة الجزء أو الخط الثالث اللي هو الأدابتف إميونيتي اللي هو الإيقواير ذي المكتسبة بوبيها نوعين أيضا اللي هو السيلولر الخلوية المناعة المكتسبة الخلوية الساتوتوكسك المتمثلة بالP-Cell والT-Cell وأيضا اللي هي T-Cell اللي هو السيلولر بينما اليومر الخلطية المتمثلة بالأنتي باديس فهذه ثلاثة خطوط خاصة بالدفاع الجسم ضد الباثوجين أي بارتكلز بالمناسبة بأن ذكرتها مو أي باثوجين يسبب مرض لا لأن قلت لكم البقالة ممكن الباثوجين يدخل وإنت ما تدريه ويخضع عليه الكائنات الحية واحتقدتهم سامعين بمعلومات يقول لك الجسم يومية يكون خلايا سرطانية ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى وعبة الله سبحانه وتعالى اللي يعطاها لجسم الكائن الحي وخصوصا للإنسان يتخلص من هذه الخلايا السرطانية بعملية الأبوبتوسيز وغيرها من التفاصيل الأخرى زين هسا رح نقسم المناعة المناعة عرفناها رح نقسمها إلى قسمين رئيسيين اللي هي المناعة المتأصلة اللي هي تكون موجودة عند ولادة الإنسان من هو طفيل إلى أن يكبر ويموت اللي هي المناعة المتأصلة اللي متمثلة بنكرناها بالماكروفي بالخلايا والنظام المتم النوع الثاني من المناعة اللي هو المناعة المكتسبة هاي يكتسبه لإنسان من خلال إصابة من مرض واللقاحات أيضا ممكن والميموريسيلا اللي هي الخلايا الذاكرة اللي رح يكونها الجسم وإن شاء الله رح نوضحها بالسلدات القادمة الادابتف اميونيتي ممكن تقسم إلى نوعين قد تكون نتشرل وقد تكون ارتفشيال وقد تكون طبيعية وقد تكون شنوه لا صناعية أو تجي من عن طريق صناعة الأدوية أو ما شابه ذلك النتشرل ممكن الباسف اللي هو الماترنل اللي هو هذا قموي يعني الإنسان عند الولادة ممكن عن طريق البلاسنتين يمر من الأم إلى إلى الإبن أو إلى المولود نفسه هذي عن طريق بعد عملية الولادة ممكن يحصلهم الاكتف اللي هو الثانية من النتشرل هذي ممكن عن طريق الانفكشن يعني شنو معناه يعني الإنسان مو ينصاب راح شيء مو أنصاب صاب وكونت أعراض وما شابه خلص الجسم من هذا المرض الجسم السوى سوى خلايا ذاكرة لهذا المرض وكأنما سوى انتو بادي هذا خزينه بمجرد ما يدخل نفس الانتيجين راح يكون مهيئ ومسلح بكل هذا فتشطها الطاعة أما الارتفيشن أيضا بباسف ممكن عن طريق الانتوبادي وأيضا من الاكتف عن طريق مثلا التلقيح اللي هو الاميونيزيشن التمنية يعني إعطاء لقاح وما شابه ذلك فهذه هي الأنواع الرئيسية للمناعة اللي هي الادابتف ايميونيتي والإن نيت ايميونيتي اللي هي الادابتف اللي هو المكتسبة والإن نيت ايميونيتي لا هي أصلية هي تولد مع الإنسان راح نيجي هسا نفصل ونسوي مقارنة بين الانت والإقوائرد أو الادابتف ايميونيتي أولا الانت اللي هي متأصلة اللي تجي من خلايا الانسان تجي دائما مع الإنسان اللي هي الانت أول نقطة بيها الانت نون سبسيفيك يعني غير متخصصة لباثوجين يعني بين قوسيا ما تكون خلايا ذاكرة يعني الإنسان إذا نصاب بمرض الادابتف هي راح تكون بس هذي ما راح تكون يعني يتهاجم أي جسم غريب يدخل للجسم الإنسان أي جسم غريب يدخل للجسم الإنسان مباشرة راح تهاجمه من هو أول خطق لي هو الانت هو أول الخطوط المناعية والميكانيكية اللي تستخدم ضد الباثوجين اللي هو الممرض مثليش بكتيريا فيروس أي جسم غريب يدخل للجسم الكائن الإنسان شنوس ميزات هذه النونس الانيت المتأصلة تكون رابط أكيد رابط ليش لأن هي نونس بسيفك يعني تهاجم أي جسم غريب هذي رابط راح تبدى راح تبدى المناعة ويبدى التفاعلات مع هذا الجسم الغريب خلال دقائق أو خلال ساعة بعد الإصابة أو بعد الهجوم ميزة جدا مهمة ليش قلت لكم لونس بسيفك لأنها لا يدخل مرة ثانية نفس الباثوجين ما تتعرف عليه كتعرف ثاني وإنما كتعرف أول كل ما يدخل تتعرف عليه أول كأنما أول مرة تتعرف عليه مع العلم هي مصابة به ثابقا ليش؟ لأن هاي الخلايا الماكروفيج والمونوسات والنيوتروفيل والدندريك ما تكون خلايا ذاكرة فبالتالي كتعتبره كنتجين أولي مع العلم هي مصابة به سابقا ليش تشمل هاي الانيت اللي هو الحواجز الفيزيائية مثل المثال أبسط مثال اللي هو الاسكن اللي هي الكيميكال اللي هو الستومك أسد وغيرها اللي هو الدموع مثال عليها الاسكن بالانيت فلوشنك اكشن اوف تيرس عن السلايفة أيضا يعتبر من نوع من أنواع الدفاع الانيت وأكيد القاسرو انتستونا التركت والرصبرة التركت اللي هو أيضا يعتبر من العوامل المهمة جدا بالانيت اميونيتي إذن ملخص او الانيت اللي هو المتأصل أولا نون سبسيفيك غير متخصصة بباثوجين معين لا تهاجم كل الباثوجين هاي واحد اول الخطوط المناعية استجابتها للمرض تكون ربض سريعة جدا ثلاثة تبدي التفاعل والتعرف على هذا الباثوجين خلال دقائق أو أورس بعد التفاعل هاي ثلاثة أربعة ميزة جدا has no immunological memory ما تمتلك خلايا ذاكرة ومثال عليها اللي هي physical chemical biological barrier اللي هي المتمثلة بهذه الحواجز هذا الجزء الأول الجزء الثاني النوع الثاني اللي هو adaptive immunity اللي هو المناعة المكتسبة اللي هي متولد مع الإنسان يكتسبها من خلال الحيش والحياة أول ميزة إليها specific community يعني متهاجم أي ممرض لا متخصصة بباثوجين معين ليش لأن مصاب الجسم بهذا الباثوجين نفسه سابقا هسا راح نعرف ليش هذي أولا ثانيا second line بينما ذاك كان لأنه كان فيرسلين هذا الخط الثاني زين هذي is anti-gene dependent or anti-gene specific تعتمد على الانتجين إذا الانتجين مصاب بي سابقا راح تستتفعل بصورة فعالة جدا وإذا ما متفعله لا راح تستجيب لي وتكون خلايا ذاكرة جدا صفة جدا مهمة اللي هو formation of memory cells تكون خلايا ذاكرة لهذا الباثوجين يعني هسه ثاني جسم الكائن الحي انصاب بباثوجين هاي خلايا الادابتف راح تكون كأنما تاخذ له صورة تحفظه إذا دخل هذا الباثوجين مرة ثانية مباشرة الأول ما يشتغل هذا راح يشتغل اليو الادابتف مباشرة راح يتكون مثلا antibody or T cell ويتهاجم هذا الانتيجين وتقضي عليه زين تكون بالمناسبة هذي أقل تفاعل من كناحية الربط استرعلة استجابة المناعية لهذه النوع من أنواع المناعة تختلف من الباثوجين إلى باثوجين إذا كان الباثوجين الأول راح تطول وإذا لا كان الباثوجين يعني نفسه مصاب بي قبل يجي هذي يصاب بي لا راح تكون استجابة سريعة إذا تعتمد على الانتيجين من ناحية الربط وأفجينتي إميور رسبونس اللي هو اللي هو السبسيكونت إكسبوجر تو ذي الانتيجين تعتمد عليه إذا الانتيجين مصاب بي الاسسان سابقا راح تكون مناع وإذا لا راح تكون استراحة الاستجابة تكون بطيئة جدا أقل من الانيت هذي جانب من جانب ثاني خلن نربط الموضوع حسا ب كورونا فيروس إذا تتذكرون يقولون المصاب المصاب بكورونا إذا انصاب بمرة بإصابة ثانية راح تكون إصابة أخف أقل ليش؟ لأن جسم الكائن الحي بالإصابة الأولى كون أجسام مضادة وهذه المناعة اللي هي أخذت صورة للفيروس فإذا دخل مرة ثانية وإنصاب الشخص نفسه بنفس الفيروس راح يعد أن تبدي كافي فبالتالي راح يحاجم هذا ويقلل من فعالية الفيروس ضد الخلايا الجهاز التنفسي هذي أبسط مثال هذي يفيد مقارنة بين من وبين من بين ال-innate وال-adaptive ال-innate قلناها أولا non-specific يعني تهاجم كل أجنوع الباثوجين وال-foreign substance وال-adaptive لا specific متخصصة line of events هذي أول الخطوط الفيروس ذكرناها وهذه second timeline اللي هو خط الدفاع شي يكون immediately response هي هو من خلال من صفر إلى 96 ساعة هذي أسرع تكون سريعة ليش لأن هي non specific long term تحتاج إلى أكثر من 96 ساعة ليش وذكرناها لأن هذه تحتاج إلى أن تكون ميموريسيل وتعتمد على الانتجين وتعتمد على قوة التفاعل وغيرها الانتجين dependency اللي هو الاعتمادية على الانتجين هذي ما تعتمد ليش هي non specific تهاجم أي انتجين بينما الادابتف لا dependent معتمدة على الانتجين ليش راح نرجع ونقول على الميموريسيل إذن الانتجين يعتمد على الميموريسيل اللي هو الخلايا الذاكرة هذي ما تكون خلايا ذاكرة تنصابت بينما هذه الخلايا لا إذا تعرضت للانتجين راح تكون تأخذ له صورة ويعتمد على الانتجين زي الخلايا اللي تشتغل بالإنيت اللي هو natural killer cell خلايا القاتلة الطبيعية الماكروفيج بل عمي الكبير نيوتروفيل العدلة والدنتركسيل الخلايا الشجيرية المسيل اللي هو الخلايا الدهنية والباسوفيل واليوزينوفيل الحامضية والقاعدية بالوايت بلود سيل الخلايا اللي تشتغل بالادابتف نوعين اللي هو والتي سيل والبي سيل الليمفوسايت هذي هي أبسط بمقارنة بين من الكمبارجن بتوين ادابتف عند إنيت إميونيتي هذي أيضا الشكل يوضح مثل ما ذكرنا اللي هو الخلايا التي سيلز والبي سيلز البي سيل المسؤولة عن الانتيبودي هذي البي سيل وهذي الدي سيل هذي ادابتف بينما الانيت لا الابتيليال بيريار يعني نفس الخلايا ذكرناها وهذا التايم لاين افتر انفكشن شوفوا اول الخطوط اللي هي راح يكون منه اول الخطوط اللي هي الخلايا الانيت راح تتعرض لبعدين تجي منه الادابتف اميونيتي وبالتالي راح يصير هذي ما تكون خلايا ذاكرة هذي لا لما تتعرض لانتجين راح تكون خلايا ذاكرة هذي ايضا صورة يوضح الخلايا المستخدمة بالانيت اميونيتي والادابتف اميونيتي الانيت تكون رابد ريسبونس يعني استجابه سريعه مثل ما ذكرنا لان هي نونسبسيفيك بينما هذي لا تكون سلو رسبونس اللي هو استجابه بطيئه وهذي عرفناها لان هذي اسبسيفيك متخصصة لانتجين معين هذي هي نفسية الخلايا اللي ذكرناها بالسلايد السابق زي اهم العمليات اللي مهمة جدا اللي هي الموجودة بالانيت اللي هو الحواجز الموجودة بالجسم الكائن وذكرناه هنا عندما أبسطة لل희끼들 اللي هو الـ skin الـ Mucosal membrane الـ chemical اللي هو الإنزيمات الموجودة بالسوائل الـ Mucosal membrane بالـ Mucosal membrane أيضا بالـ Stomach حمضية المعدة وهذا أيضا تعتبر حمضية المعدة وقاعدية الأمعاء فاقو سايتكسيل الخلايا الملتهمة نيوتروفيل ماكروفيج خلايا بالعميل الكبير الخلايا القاتلة الطبيعية الخلايا الدهنية الماسسيل أو البدينة يسمونها والخلايا الشجيرية الدينتركسيل أيضا بالبلد بروتين اللي هو المشمول بعمل كومبليمين سيستيم والإنفلاميشن ميديترز اللي هو بعمليات التوسيطات الخاصة بالعمليات الالتهابية الانترلوكينات وغيرها من التفاصيل الأخرى إذن الانيت إميونيتي متمثلة من السكن وأيضا بعض الإنزيمات الموجودة بالسواء للجسم خصوصا النوز أيضا بالتيرز اللي هو الدمع العين بالآيز وأيضا الفاقو سايتكسيل والبلد بروتين وبروتينات الموجودة بالدم هذه اللي هي الفيسيكل عند الكيميكال فاكترز اللي هي الفيسيكل عند الكيميكال فاكترز للإنيت وليس الالكوايرد أبسط مثال السيليا العفو دقيق أبسط مثال اللي هو السيليا اللي هي الأعداب الموجودة وين بالنازوفيرانيكس اللي هو بالتجويف الأنفي هذه مهمة جدا ليش هاي السيليا الأعداب تعمل على remove the particles are breathed in اللي هو تعمل موجودة بالإنف الأعداب هذي تعمل كمنظفات remove the particles إزالة بعض الجزئات اللي ممكن تسبب استجابة مناعية فبالتالي هذه تعتبر أيضا وسيلة دفاعية الغدد الدمعية produce الهيزوزايم وهذه أيضا مهمة جدا بالعملية المناعة بالقصبات موجودة به الأعداب تكون مخاطية وهذه يساعد على طرد الباثوشين طرد الجزئات الغريبة الاسكن أيضا هو أكبر عضو جسم الكائن الإنسان اللي هو الاسكن أيضا يعتبر physical barrier من infection لأن الاسكن مكون من طبقات الله سبحانه وتعالى جعلها طبقات عظيمة سبحان الله هذه الاسكن أكبر عضو جسم الكائن الحي وهذا الاسكن للفضل كله يرجع لعدم دخول الباثوشين إلى الأعضاء لأنه يعتبر كحاجز المعدة المعدة اللي يكون بأشمالتها كلش حامضي وبالتالي قليل جدا من بعض المجاميع البكتيرية اللي تعيش بالحامضية فبالتالي أيضا المعدة الهادور جدا مهم بقتل الباثوشين والمايكرو أورغانزم الموجود به المعدة وبالتالي الهادور جدا مهم شوفوا عظمة الله سبحانه وتعالى المعدة حامضية جدا بين ملقى الأمعاء راح تكون قاعدية شوفوا إذا الباثوشين ما مات هنا راح ممكن يموت وين بالأمعاء فالله سبحانه وتعالى خلقه فأبدع سبحان الله أيضا الفلورة اللي هو النورمال الفلورة الموجودة بلمعاء أيضا هذه تلعب دور جدا مهم بقتل الباثوشين ليش؟ لأن هذه راح تتنافس مع الباثوشين بالتغذية وغيرها من التفاصيل الأخرى اللي هو إزالة أيضا اليورن الحالب وأيضا الإدرار نفسه أيضا حالة مناعية أيضا دفاعية للجسم ليش؟ لأن يتخلص من خلال هذا اليورينايش اللي هو التبول ممكن بطرد الباثوشين خار الجسم الإنسان أيضا from stomach to the dodenum there is rapid change from low pH to high شوفوا هنا لما يكون البيهش قليل هنا راح يرتفع هذا أيضا حكم منه حكم الله سبحانه وتعالى حتى يكون الدفاع قوي جدا بجسم الإنسان ضد الممرضات وضد كل الإجزاء اللي يتسبب ممكن مرض لهذا الإنسان راح ناخد عملية مهمة جدا بالإنيت اللي هي الفاقوسيتوسيس اللي هو عملية البلعمة بواسطة الماكروفيج اللي هو الخلايا البلعمية الكبيرة هذه مهمة جدا الفاقوسيتوسيس فإن شاء الله راح أضحها بصورة بسيطة جدا الباثوشين تعرفون عملية الارتباط والبايندينج الاتوشمنت هذا يعتمد على عدة عوامل وإن شاء الله نوضحها بمحاضرات مستقبلية اللي هي ممكن خصوصية بالاتوشمنت وخصوصية بالباثوشين نفسه اللي ممكن يمتلك العوامل الاتوشمنت أول خطوة من الفاقوسيتوسيس بعد ما يدخل الباثوشين هذا هو الباثوشين بعد ما يدخل الباثوشين هي الريكوغنيشين عند الاتوشمنت اللي هو راح يصير ارتباط بين من بين المايكروبس اللي هو الجسم الغريب أو اللي هو الباثوشين اللي هو الانتجين اللي هو الجسم الغريب الانتجين ويأمل يرتبط ويأمل يرتبط ويأمل يرتبط ويأمل خلايا الريسابترات الموجودة وين بالإبثيريا السيل اللي هو الخلايا البسيل منبرين فاقوسيتكس ريسابتر اللي هو هذا أيضا هي فاقوسيتك ريسابتر اللي هي الخلايا البنعمية أول خطوة recognition and attachment اللي هو التعرف والattachment اللي هو الالتصاق بين المايكروبز والرسبترز بالخلايا الخاصة بخلايا البنعمية بعد هالغشاء البلاز سيل ممبرين رح يصير به رح يصير به انجولدمنت شنه انجولدمنت؟ هذا رح يصير الخلايا البلعمية رح يسوي له انجولدمنت اللي هو التهام أو انبعاج بهذا الغشاء البلاز سيل ممبرين زين بعد ما صار به انجولدمنت رح يصير يدخل المن الى داخل الخلية بعد ما دخل داخل الخلية رح يرتبط هذا المايكروبز وياما بالخلايا اللي هي البلعمية الفاقوسون اللي هي رح يرتبط with ingested microbes رح هذا المايكروبز يحاط به طبق امين من الرسبتر هذا وايضا يحيط به وبالتالي رح يكون هذا الغلاف عليه الباثوجين هذه الخطوة تسمى بالفاقوسوم with ingested microbes اللي هو جزء من السيل ممبرين رح يحيط من يحيط الباثوجين اللي ليش لان رسبترات خاصة به هنا اللي الفاقوسايتكسر تسمى بالفاقوسوم زين بعدها هذا الفاقوسوم اللي هو الجزء من السيل ممبرين مع الباثوجين رح يكون رح يرتبط وياما ويلا يفرز هذه الخلايا رح تفرز الخلايا البلعمية رح تفرز اللي هو الجسيمات الحالة وهذه الجسيمات الحالة تلعب دور جدا مهمة بعد ما فرزتها كونت حولت الفاقوسوم حولتها لمركب يسمى بالفاقولايزوسوم ممتاز؟ ممتاز بعد ما حولتها الفاقولايزوسوم هسا اللايزوسوم رح يفرز مكوناته اللي هو الجذور الحرة اللي من خلال هذه الجذور الحرة رح يسوي داخل هذا التجويف وبالتالي نهاية هذه العملية رح يصير وبالتالي هذه الجذور الحرة وهذه الانزيم اللايزوسوم رح يفرز مكوناته ورح يقتل يسوي كل المن لهذا الباثوجين يسأل واحد يقول يقول مثلا اذا هاي العملية تم بكل الباثوجين اذا احنا من اتمرض؟ صح لا مصح؟ صح؟ في بداية المحاضرة قلت البقاء المن؟ البقاء للاقوم الباثوجين ذكي هذا يريد يعيش وشاف ظروف مناسبة وشاف كل المغديات وكل البيئة المناسبة شي يسوي بهاي الحالة؟ هذا الباثوجين ذكي جدا احنا ذكرنا بأن هي رسبترات ارتباطات ممكن يغير من الرسبتر مالته هادي واحد شغلة ثانية ممكن يفرز انزيمات هاي الانزيمات ممتسوعة كان بكتيريا وفايروس فطريات وغيرها هادي الانزيمات تغير من تركيبته او ممكن ايضا الباثوجين يحيط نفسه بغلاف او ممكن هذا الرسب يعني باي طريقة يقدر يهرب من الفاغوس لايزوزوم يهرب من هذي اللايزوزوم او ممكن الباثوجين قو جدا اغشاء مالته قو جدا راح يكون به فبالتالي الباثوجين ذكي جدا الممرض يفرز عدة انزيمات ممكن يغير من وضعيته داخل الفاغولايزوزوم بالمناسبة هي يصير لها بس انو هذا الفاغل اللي قلت لكم البغال الاقوى الباثوجين ايضا ذكي فيفرز بعض الانزيمات اللي يتغير من الرسبتر مالته وبالتالي راح يهرب من الفاغولايزوزوم فبالتالي راح ممكن هذي العملية ما تتمسو متو تروح الى الهدف نفسه اللي هو الديقريديشن وف مايكروب راح ما تحطم المايكروب ممكن تحطم جزء من يمه ويهرب الباقي فبالتالي هذي هي عملية الفاغوسايتوسيز التعرف والتصاع كأنما يكون بلع او اتياع لهذا الشي او انبعاج ورح حوله الى الفاغوسوم ومن الفاغوزوم راح يفرز اللايزوزوم راح حوله الفاغولايزوزوم الفاغولايزوزوم راح يفرز الانزيمات والجذور الحرة اللي تقتل الباثوجين وبالتالي تهدي الى ديقريديشن وف مايكروبز باي انزيم زين هذي هي الفاغوسايتوسيز زين عبالي عبرنا سلايد نرجع هسه نكمل محاضرتنا زين هذي خلصنا هسه من جزء اللي هو الفاغو الانيت اميونيتي واخذنا ابسط عملية اللي هي الفاغو اللي هي عملية مهمة جدا ورئيسية بالانيت اللي هي الفاغو سايتوسيز اللي هي البناعمة نجي الى النوع الثاني من المناعة اللي هو الادابتف اميونيتي وقلنا بها نوعين هيوميرال اميونيتي والسيلولار اميونيتي الهيوميرال اميونيتي اللي هي المتمثلة بمن المخاطية الموجودة بالدم وايضا بالمخاطئ ايضا تسمى بالانتو بادي اي انتو بادي معناها مناعة خلطية هيوميرال ايضا هي ادابتف بروديوس اكيد المسؤول عن الانتو بادي هي البي لمفوسايت البي لمفوسايت راح تفرز ببلازمسي والبلازمسي العفو تنتج لنا اللي هي الانتو بادي اذا النوع الاول من الادابتف هي الهيوميرال اميونيتي والمتمثلة بمن بالبلد ميوكوسال سيكريشن اللي هو الانتو بادي عدنا خمسة انواع من الانتو بادي اللي هو الـ IgM, IgG والIGA والIGE الخاص بالحساسية والIGD خمسة انواع اللي هو خاصة بالانتو بادي وكل من هذه الاجسام المضادة لها خصيصة فبعضها موجودة بالدم بالبلد وبعضها موجودة بالاجزاء التحسسية اكيد هم بالبلد وبعضها موجود بالميوكوسال اللي هو بالاجزاء المخاطية ممكن بالعين ممكن بالماوث يعني باي جزء سائل او مخاطي راح توجد به الـ IgA هو اكثر شي موجود به هذه الاجزاء اذا الهيومرال متمثلة بالانتو بادي تفرزه بخلايا تسمى بالبي لمفوسايت البي لمفوسايت راح تتميز الى بلازمسيل والبلازمسيل تطينين انتو بادي هذي الجزء الاول من الادابتف السيلولار اميونيتي اور السيل ميديت اميونيتي متمثلة هنانا البي بعد نوع من الخلايا اللي الادابتف اللي هي التي لمفوسايت وهذي ايضا مستلعب دور جدا مهم اللي هو خلال المناعة الخلوية المتكيفة بـ eliminate the cell infected by such as bacteria or vice ايضا تزيل بالمناسبة هنا مصطلح جدا مهم eliminate the cell not pathogen يعني تسوي قتل لكل الخلية المصابة بالبكتيريا والفيروس هذي من هي التي لمفوسايت اذا الادابتف هي P والتي لمفوسايت البي مسؤولة عن الهيوميرل اللي يتنتج الانتوبادي الانتوبادي الساموارد خمسة انواع IGM, IGG, IGA, IGE, IGD والسيلولار اللي متمثلة بالتي لمفوسايت اللي يزيل المنيتد انفكتت سيل الخلايا المتضررة بغسطة البكتيريا او الفيروس هذي هي البي لمفوسايت البي لمفوسايت اللي هي الخلية الوحيدة اللي تنتج الانتوبادي اللي هي من هي الخلايا البي لمفوسايت قذكرنا البي لمفوسايت تتميز الى بلازما سيل والبلازما سيل تتميز الى الانتوبادي و قذكرنا الانتوبادي خمسة انواع IGM, IGG, IGD, IGA, IGD البي لمفوسايت ايضا تكون الميمورسيال وهذه نقطة جدا مهمة اذا ما دام ميمورسيال احنا بالأدبتف او الاكوايرد او الاسبسيفك داني كلها نفس التسمية اللي هي موجودة تكون long live اللي هو اكثر عمرا ليش لان هذا راح تكون ذاكرة إذا هذه اللي قلت لكم اياه إذا الجسم انصاب وشفئ وإذا نفس الباثوجين نفس النوع رجع انصاب مرة ثانية راح هذه الخلايا مباشرة نعتها مجموعة من الانتوبادي long live تعيش اطول فبالتالي راح تهاجم بصورة اسرع وتقضي عليه وإذا ما قضت عليه فتكون الاعراض قليلة جدا وهذه ما ذكرناها بكورونا فيروس ببداية المحاضرة اللي هو انسان بالاصابة الثانية لا راح شي يكون يكون اعراضه اقل ايضا بالمناسبة حتى نربطها في الربط علمي باللقاحات ايضا يقول بالمناسبة اللي اخذ اللقاح انصاب بس يقول انصابيت باعراض اقل وهذه معناها عنده ان تبدي بس مو ان تبدي العالي فبالتالي عنده صورة كاملة ميموري سيل لهذا الماثوجين فبالتالي قلل من الاعراض ومقض عليه تماما هذا هو الاميونوغلوبيين اللي هو الانتوبادي انتوبادي اللي هو تسمية ثانية اللي هو الاميونوغلوبيولين اللي هو عبارة عن بروتين صوليبل بروتين قلايكو بروتين عبارة عن بروتين سكري دائم بكل المجاميع اللي موجودة بالدم بالسيرم بيتشوف لوت السوائل النسيجية وايضا بالسيل ممبرين موجود بيه الخلية البيس لنفوسايد بلوتيتمايز لبلازموسايد راح تنتج خمسة انواع ببلازموسايد اللي هي نفسية البي لنفوسايد تفرز خمسة انواع من الانتوبادي 目前 وت إرجاء سنكوة الي هو هذا الاجيجي وينه؟ هذا الاجيجي الاجياء الي هو اكبر هو يحوي على خمسة اذرع بينما هذا اذرع واحد الاجي اي ذرعين والاجي اي ذرع واحد والاجي دي ايضا ذرع واحد هذه هي خمسة مجاميع من الانتوبادي وكل نوع الي تخصصية بالمناسبة ما اريد ادخلكم بتفاصيلها لأن أنتم أرجعوا أقول هذه المحاضرة مولي أصحاب التخصص يعني هذه محاضرة مخصصة وموجهة إلى طب الأسنان المرحلة الأولى فأنا أرطيكم في التفاصيل الكي وبالتالي أنتم تنطلقون من يمها وتبنون عليه إذن الاميونوغلوبيولين من الفرصة أنتبدي P لمفوسايد تتمايز إلى بلازما سيل والبلازما سيل تنتج خمسة أنواع من الأنتبدي اللي هو IgG,��,Igd,Ige,Iga,Ign نقص إلى النوع الثاني من المناعة اللي هو الخلايا الالتيلمفوسايد اللي هو الخلايا التائية يسمونها اللي هو الخلايا البائية يعني من P لمفوسايد والP بالمناسبة الـP لمفوسايد والتيلمفوسايد التيلمفوسايد اللي يسموها تتيلمفوسايد لأن تتمايز بالThymus gland إذن، 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 التيلومفوسايت بها نوعين، الهيلبر T-cells خلايا التائية المساعدة، والسيتوتوكسك T-cells اللي هو الخلايا التائية القاتلة، الخلايا المساعدة هذي تفرز بعض السيتوكينز أو الانترلوكينات اللي تسوي Stimulate Proliferation and Differentiation of T-cells اللي تساعد عملية البلعمل ماكروفيج وأثر ليكوسايت، وتساعد بقيته، وبالتالي سموها هيلبر، مساعدة، ليش؟ لأن هذي راح تساعد عملية الكووبريشن بين الخلايا T-cells وبعض الخلايا، وأيضا تربطها وتسوي كيلا بالمناسبة، هذي الخلايا أيضا الهرتباط جدا مهم، هذي لأصحاب التخصص، اللي هو T مع الMHCO، عفوا مع الMHC، الMHC اللي هو Major Histocompatibility Complex، اللي هو النظام المعقد النسيجي، هو التطابق النسيجي، وهذه النوع الأول، النوع الثاني اللي هو Cytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytoc الـ Killing of Infected Cells هذي مسؤولة عنها من هي السيتوتوكسيك ايضاً راح يصير تعاون ولكن هذي راح الخلايا القاتلة راح تفرز الـ Pyroforine Uncytotoxic راح هذي الخلايا او هذي المنتج اللي هو الـ Pyroforine بعض المواد اللي تعمل على قتل الخلية الـ Infected Cells خلية القاتلة المصابة بالـ Pathogen إذن نوعين من الخلايا التائية Helper T Cells خلايا التائية وأكواء T1 و T2 يعني معقدة هذي يفتشي بسيط جداً عن هذه المناعة اللي تيلومفوسايت Helper T Cells والـ Cytotoxic T Cells نجي إلى مصطلح جداً مهم بالمناعة اللي هو الـ Primary and Secondary Immune Response اللي هو الاستجابة المناعية الأولية والثانوية المناعة الأولية Primary Immune Response هذي اللي هي أكيد جسم الكائن الحي مثلاً إنسان جرح ودخل باثوجين لجسمه هذا شو يعتبر؟ هذا يتعتبر Primary Immune Response اللي هو استجابة مناعية أولية يعني جسم الإنسان يتعرض إلى أول أنتجين هذا يعتبر التعرض الأول يعني الاستجابة المناعية راح يصير استجابة مناعية أولية Primary Immune Response First Time لأول مرة Primary Response عكسها من هو؟ لا عكسها السكندري Subsequent Encounters التعرض للمرة المتسلسلة ونقطة جداً مهمة For the same Antigene لنفس الـ Antigene هذا الجسم راح يكون مناعية أولية استجابة Secondary Immune Response يعني هذا جسم الإنسان انصاب وشفئ ورجع نصاب بنفس الباثوجين راح مباشرة راح يكون الجسم راح يكون Secondary Immune Response استجابة مناعية ثانوية وهذه مبدأ اللقاحات بالمناسبة أولاً وهذا أيضاً نرجع لكورونا لأنه هو أبسط مثال ومثال قريب علينا حتى نوضحه بهذا المثال إذن Primary Response هو التعرض الأولي لـ Antigene والـ Secondary هو التعرض المتستمر لأكثر من مرات اللي يقدر لنفس الـ Antigene ليش؟ أنا أقول لكم ليش؟ لأن هاي الخلايا راح تتعرض للتعرض الأولي لأنه يتورع منيه الإقوايرد أو الأدبتف راح تكون ميمورسيل خلايا ذاكرة فبمجرد ما يرجع ينصيب الإنسان بنفس الـ Antigene راح للـ Secondary Immune Response تستجيب مباشرة ليش؟ لأن عدتها صورة مسبقة يعني عدتها ذاكرة عن هذا المرض فبالتالي راح تكون الاستجابة للـ Secondary أسرع أقوى أكبر وأيضا شنوه؟ Better able to eliminate Antigene than Primer Response يجيلك أكثر من الاستجابة الأولية وأفضل وأكفع وأسرع وأكبر ليش؟ لأن الخلايا النشطة للـ P-Seal والـ T-Seal فالـ P-Seal متسلحة بالـ Antibody والـ T-Seal متسلحة بأنواحه الأخرى هذا هو الفرق بين الـ Primary Immune Response والـ Secondary Immune Response وأرجع وأقول اللي ينصاب مرة ثانية بكورونا يقول لي كان إعراضي كانت أقل ليش؟ لأن كون مناعة كون ذاكرة والاستجابة المرة الثانية اللي هو Secondary Immune Response باستجابة المناعة الثانوية فبالتالي را كانت أسرع ولا أرجع وقلت إذا ما قتل الفيروس لا سوى لفد سابرجين أو سوى لفد كبح هذا الكبح قلل من أعراض هذا الفيروس هذي مقارنة بين الـ Primary Response والـ Secondary Response للـ Antigen الـ Exposure to Antigen فارس Exposure هذي اتفقنا أول تعرض اللي هو للـ Antigen هذي رح يكونه Primary After Second Exposure for that to the same Antigen تسمى بالـ Secondary هذي كارتها Time of Onset اللي هو بدء الـ وقت الاستجابة One week daily اللي هو قد تتأخر يعني بينما لا الـ Secondary within hours خلال ساعات زين قوة Strength of Reaction يكون ويك بوتنسي قوة ضعيفة بينما هنا More Potent قوة أكبر وذكرنا هاليش Duration اللي هو الفترة Short life a few weeks بينما For many months لا ما رح تكون Antibody لأنه هنا هي تكون innate يعني خلايا innate ما تكون ذاكرة عنها بينما هنا لا ذاكرة وراح تكون Antibody لعدة أشهر وهذا مبدأ لقاحات اللي جرحتين وقد توصل لثلاثة ليش نسوى اللقاحات جرحتين حتى نزيد اللفل ما اللي أنت بدوين بالجدم زين الـ Type of Antibody IgM والIgG شنو IgM وشنو IgG ليش بالـ Primary Response IgM وليش بالـ Secondary Response IgG الـ IgM معنى Antibody اللي هو يكون إصابة حديثة والـ IgG لا يكون إصابة يعني مصاب إذا طلع اختبار IgG positive بهذا البلط معناه هذا مصاب به سابقا بهذا المرض الأبسط مثال الي هو التيفو التيفو لما أنت تسوي له فحص المناعي رح يطلع عنده IgG معناه يقول أنت مصاب سابقا بهذا المرض إذن الـ IgM معنى إصابة حديثة والـ IgG معنى إصابة قديمة هذا أيضا الشكل يوضح الـ Time Line ما للـ Primary Immune Response والـ Secondary Immune Response شوف المنحنة شوف هنا جيد هذه المناعي الـ Immune Response بينما لا شوفوا هذه الـ Immune Response شوف الـ Antibody Concentration هنا وشوف الـ Antibody Concentration هنا أكيد بالتعرض الثاني الـ Antibody شوفوا هذه المسافة شوفوا هنا هاي المسافة للـ Antibody إذن ذات معناها بهذه التفصيلة أتمنى لكم الاستفادة من هذه المحاضرة البسيطة مع الشكر الجزيل لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته